بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاداب باب النهي عن التكني باب القاسم وبيان ما يستحب من الاسماء حدثني ابو كريب محمد بن العلاء وابن ابي عمر قال ابو كريب اخبرنا وقال ابن ابي عمر حدثنا واللص له قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن حميد عن انس قال نادى رجل رجلا بالبقيع يا ابا القاسم فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني لم اعنك انما دعوت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي حدثني ابراهيم بن زياد وهو الملقب بسبلا اخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمر واخيه عبد الله سمعه منهما سنة اربع واربعين ومئة يحدثان عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب اسمائكم الى الله عبد الله وعبد الرحمن حدثنا عثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم قال عثمان حدثنا وقال اسحاق اخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقال له قومه لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمدا فقال لي قومي لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فانما انا قاسم اقسم بينكم حدثنا هناد بن السري حدثنا عبثر عن حسين عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقلنا لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستأمراه قال فأتاه فقال انه ولد لي غلام فسميته برسول الله وان قومي ابوا ان يكنوني به حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فانما بعثت قاسما اقسم بينكم حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي حدثنا خالد يعني الطحان عن حسين بهذا الاسناد ولم يذكر فانما بعثت قاسما اقسم بينكم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع عن الاعمش حا وحدثني ابو سعيد الاشج حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فاني انا ابو القاسم اقسم بينكم وفي رواية ابي بكر ولا تكتنوا وحدثنا ابو كريب حدثنا ابو معاوية عن الاعمش بهذا الاسناد وقال انما جعلت قاسما اقسم بينكم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه سمعت قتادة عن سالم عن جابر بن عبد الله ان رجلا من الانصار ولد له غلام فاراد ان يسميه محمدا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال احسنت الانصار سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد بن المثنى كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حا وحدثني محمد بن عمر ابن جبلة حدثنا محمد يعني ابن جعفر حا وحدثنا بن المثنى حدثنا بن ابي عدي كلاهما عن شعبة عن حسين حا وحدثني بشر بن خالد اخبرنا محمد يعني ابن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان كلهم عن سالم ابن ابي الجعد عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي واسحاق بن منصور قال اخبرنا النظر بن شميل حدثنا شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحسين ابن عبد الرحمن قالوا سمعنا سالم ابن ابي الجعد عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث من ذكرنا حديثهم من قبل وفي حديث النظر عن شعبة قال وزاد فيه حسين وسليمان قال حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت قاسما اقسم بينكم وقال سليمان فانما انا قاسم اقسم بينكم حدثنا عمر الناقد ومحمد ابن عبد الله ابن نمير جميعا عن سفيان قال عمر حدثنا سفيان ابن عيينة حدثنا ابن المنكدر انه سنع جابر ابن عبد الله يقول وولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك ابا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اسم ابنك عبد الرحمن وحدثني امية ابن بستام حدثنا يزيد يعني ابن زريع حا وحدثني علي بن حجر حدثنا اسماعيل يعني ابن عليا كلاهما عن روح ابن القاسم عن محمد ابن المنكدر عن جابر بمثل حديث ابن عيينة غير انه لم يذكر ولا ننعمك عينا وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمر الناقد وزهير وزهير ابن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب عن محمد ابن سيرين قال سمعت ابا هريرة يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم تسموا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قال عمر عن ابي هريرة ولم يقل سمعت حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن عبد الله ابن نمير وابو سعيد الاشج ومحمد ابن المثن العنزي واللفظ ابن نمير قالوا حدثنا ابن ادريس عن ابيه عن سماك ابن حرب عن علقمة ابن وائل عن المغيرة ابن شعبة قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا انكم تقرؤون يا اخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال انهم كانوا يسمون بانبيائهم والصالحين قبلهم باب كراهة التسمية بالاسماء القبيحة وبنافع ونحوه حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة قال ابو بكر حدثنا معتمر ابن سليمان عن الركين عن ابيه عن سمرة وقال يحيى اخبرنا المعتمر ابن سليمان قال سمعت الركين يحدث عن ابيه عن سمرة ابن جندب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نسمي رقيقنا باربعة اسماء افلح ورباح ويسار ونافع وحدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا جرير عن الركين ابن الربيع عن ابيه عن سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا افلح ولا نافعا حدثنا احمد ابن عبدالله ابن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور عن هلال ابن يساف عن ربيع ابن عميلة عن سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الكلام الى الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا يضرك بايهن بدأت ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا افلح فانك تقول اثمه فلا يكون فيقول لا انما هن اربع فلا تزيدن علي وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم اخبرني جرير حا وحدثني امية ابن بستام حدثنا ياسيد ابن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم حا وحدثنا محمد ابن المثن وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن منصور باسناد زهير فاما حديث جرير وروح فكمثل حديث زهير بقصته واما حديث شعبة فليس فيه الا ذكر تسمية الغلام ولم يذكر الكلام الاربع حدثنا محمد ابن احمد ابن ابي خلف حدثنا روح حدثنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى عن ان يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع وبنحو ذلك ثم رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيئا ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك ثم اراد عمر ان ينهى عن ذلك ثم تركه باب استحباب تغيير الاسم القبيح الى حسن وتغيير اسم برة الى زينب وجويريا ونحوهما حدثنا احمد بن حنبل عن حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حمد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية فسما رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة حدثنا عمر الناقد وابن ابي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى الى طلحة عن كريب عن ابن عباس قال كانت جويرية اسمها برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويريا وكان يكره ان يقال خرج من عندي برة وفي حديث ابن ابي عمر عن كريب قال سمعت ابن عباس حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار قالوا حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء ابن ابي ميمونة سمعت ابا رافع يحدث عن ابي هريرة حا وحدثنا عبيد الله ابن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن عطاء ابن ابي ميمونة عن ابي رافع عن ابي هريرة ان زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ولفظ الحديث لهؤلاء دون ابن بشار وقال ابن ابي شيبة بره فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب قالت ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها بره فسمها زينب حدث حدثنا عمر الناقد حدثنا هاشم ابن القاسم حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن محمد ابن عمر ابن عطاء قال سميت ابنتي بره فقالت لي زينب بنت ابي سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت بره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا انفسكم الله اعلم باهل البر منكم فقالوا بما نسميها قال سموها زينب باب تحريم التسمي بملك الاملاك وبملك الملوك حدثنا سعيد ابن عمر الاشعثي واحمد ابن حنبل وابو بكر ابن ابي شيبة واللف لأحمد قال الاشعثي اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان ابن عينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك زاد ابن ابي شيبة في روايته لا رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغيض رجل على الله يوم القيامة واخبثه واغيضه عليه رجل كان يسمى ملك الاملاك لا ملك الا الله باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله الى صالح يحنكه وجواز تسميته يوم ولادته واستحباب التسمية بعبد الله وابراهيم وسائر اسماء الانبياء عليهم السلام حدثنا عبد الاعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال ذهبت بعبد الله بن ابي طلحة الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعير الله فقال هل معك تمر فقلت نعم فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم فغرف الصبي فمجه في فيه فجعل الصبي يتلمظه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الانصار التمر وسماه عبد الله حدثنا العشاء فتعشا ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا حمد بن مسعدة حدثنا بن عون عن محمد عن أنس بهذه القصة نحو حديث يزيد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي برده عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمره حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح حدثنا شعيب يعني بن إسحاق أخبرني هشام بن عروة حدثني عروة بن الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما قالا خرجت أسماء بنت أبي بكر حين هاجرت وهي حبلا بعبد الله بن الزبير فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره ثم دعا بتمره قال قالت عائشة فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها فمضغها ثم بسقها في فيه فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالت أسماء ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله ثم جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك الزبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه حدثنا أبو كريب محمد بن العلى حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أنها هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلة بعبد الله بن الزبير فذكر نحو حديث أبي أسامة حدثنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام يعني بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم حدثنا قال حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد وهو ابن مطرف أبو غسان حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلبوه فاستفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي فقال أبو أسيد أقلبناه يا رسول الله فقال ما اسمه قال فلان يا رسول الله قال لا ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح حدثنا أنس بن مالك حا وحدثنا شيبان بن فروخ واللص له حدثنا عبد الوارث عن أبو التياح عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال كان فطيما قال فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال أبا عمير ما فعلن غير قال فكان يلعب به باب جواز قوله لغير بنه يا بني واستحبابه للملاطفة حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس بن مالك قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه فقال لي أي بني وما ينصبك منه إنه لن يضرك قال قلت إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز قال هو أهون على الله من ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع حا وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير حا وحدثني محمد بن رافع حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد وليس في حديث أحد منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة أي بني إلا في حديث يزيد وحده باب الاستئذان حدثني عمر بن محمد بن بكير الناقد حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا والله يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد قال سمعت أبا سعيد الخدرية يقول كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا قلنا ما شأنك قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي فرجعت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال عمر أقم عليه البينة وإلا أوجعتك فقال أبي بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر القوم قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم قال فاذهب به حدثنا قتيبة بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة بهذا الإسناد وزاد بن أبي عمر في حديثه قال أبو سعيد فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت حدثني أبو الطاهر أخبرني عبد الله بن وهب حدثني عمر بن الحارث عن بكير بن الأشج أن بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدرية يقول كنا في مجلس عند أبي بن كعب فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف فقال أنشذكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع قال أبي وماذاك قال استئذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلاثا ثم انصرفت قال قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل فلوما استئذنت حتى يؤذن لك قال استئذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالله لأوجي عن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا فقال أبي بن كعب فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا قم يا أبا سعيد فقمت حتى أتيت عمر فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر يعني بن مفضل حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نظرة عن أبي سعيد أن أبا موسى أتى باب عمر فاستأذن فقال عمر واحدة ثم استأذن الثانية فقال عمر سنتان ثم استأذن الثالثة فقال عمر ثلاث ثم انصرف فأتبعه فرده فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها وإلا فلا أجعلنك عظاه قال أبو سعيد فأتانا فقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث قال فجعلوا يضحكون قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة فأتاه فقال هذا أبو سعيد حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نظرة عن أبي سعيد حا وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا شبابه حدثنا شعبة عن الجريري وسعيد بن يزيد كلاهما عن أبي نظرة قال سمعناه يحدث عن أبي سعيد الخدري بمعنى حديث بشر بن مفضل عن أبي مسلمة وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج حدثنا عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثة فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس إذن له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت قال إنا كنا نؤمر بهذا قال لتقيمن على هذا بينه أو لأفعلا فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا فقام أبو سعيد فقال كنا نؤمر بهذا فقال عمر خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني عنه الصفق بالأسواق حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حا وحدثنا حسين بن حريث حدثنا النظر يعني بن شميل قال جميعا حدثنا بن جريج بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر في حديث النظر الهاني عنه الصفق بالأسواق حدثنا حسين بن حريث أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى أخبرنا طلحة بن يحيا عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس فلم يأذن له فقال السلام عليكم هذا أبو موسى السلام عليكم هذا الأشعري ثم انصرف فقال ردوا علي ردوا علي فجاء فقال يا أبا موسى ما ردك كنا في شغل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع قال لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت فذهب أبو موسى قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية وإن لم يجد بينة فلم تجدوه فلما أنجاء بالعشي وجدوه قال يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت قال نعم أبي بن كعب قال عدل قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت وحدثناه عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان حدثنا علي بن هاشم عن طلحة بن يحيا بهذا الإسناد غير أنه قال فقال يا أبا المنذر أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم فلا تكن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من قول عمر سبحان الله وما بعده باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قلت أنا قال فخرج وهو يقول أنا أنا حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأبي بكر قال يحيى أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا النظر بن شميل وأبو عامر العقدي حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثني وهب بن جرير حا وحدثني عبد الرحمن بن بشر حدثنا بهز كلهم عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهم كأنه كره ذلك باب تحريم النظر في بيت غيره حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث واللفظ يحيى حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدية أخبره أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر وحدثني حرملة بن يحيا أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الأنصاري أخبره أن رجل اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل به رأسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك إنما جعل الله الإذن من أجل البصر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا معمر كلاهما عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث ويونس حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى وأبي كامل قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعناه حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح باب نظر الفجأة حدثني قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد بن زريع حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عليا كلاهما عن يونس حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن عمر بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الأعلى وقال إسحاق أخبرنا وكيع حدثنا سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله أخبرنا عبد الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عبد الله صلى الله عليه وسلم